السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في فيديو تسكيفي اخر عن موضوع مهم جدا موضوع مرض السكر والعصاب هل يمكن ان يسبب مرض السكر او مرض السكري اعتقال العصاب طبعا مرض السكر ممكن يسبب التهاب العصاب هو اعتلال العصاب لو السكر قعد مرتفع فترة طويلة تمام لو السكر قعد مرتفع فترة طويلة احيانا العيني بيعنده التهاب في العصاب بعد كده اقول له ده من السكر يقول له ده سكري النهاردة عملته كان صايم مية مية اروح فين بعد كده اقول له لا هو ده التأسر او التأثير التراكمي لا اعوام فاتت هي اللي عاملة الموضوع ده الموضوع لي كزا اسمه اعتلال العصابي او التهاب العصاب اه وفيه طبعا انواع مختلفة فيه انواع مختلفة من التهاب او اعتلال الاعصاب نتيجة للسكر اللي احنا هنتكلم معليه النهاردة اشهرهم على اطلاق يعني الاكثر شيوعا هو الاعتلال المتعدد او الاعتلال الطرفي اعتلال الاعصاب الطرفي او التهاب الاعصاب الطرفي او المتعدد طبعا اه زي ما شايفين كده في الرسم ده اه هناك اكثر من نوع ده نوع الاعتلال الاعصاب الطرفي وفيه اكثر من نوع طرفي فيه النوع الاصغر وفيه النوع الاكبر الاكبر ده بيبقى فيه كمان غير مواضيع الاحساس وكده او التنميل او الواغزة او كده بيبقى فيه كمان ضعف ضعف في الاطراف ماذاEN eight وهكذا فده غير موضوع الحركة هناك الموضوع الاعيسي يبقى فيه حيسي و الحركة ده الاكبر نحن النهاردة نتكلم عن اعتالي العصب الطرفي الأصغر طبعاً لأنه طبعاً كل نوع من الألياف العصبية ليحجم العصب ليحجم وكمان متخصص في نوع معين من أنواع الإحساس نوع معين من أنواع الإحساس كما مثلاً تروح لكهربائي أريد سلك 2 ملي أتسألك أنت عايزه عشان التكييف يقول إغلاق التكييف لا أخذ له 4-6 ملي أنا لا أعرف أحجام للمنفع ليستحملوا الـ 6 ملي ما يستحملوش الـ 2 ملي فسبحان الله كل عصب وله الإحساس اللي بيوصلوا للمخ أو بيجيبوا من المخ فلو العصب حسي يبقى طالع للمخ لو العصب حركي بحرك العضلة يبقى نازل من المخ سبحان الله سبحان الخالق طيب، هذا اللي نحن نتكلم عليه في موضوعنا النهاردة وفي هذه المحاضرة البسيطة فيها اعتلال أحادي أو التهاب أحادي يعني عصب واحد بس يمكن كتير من الناس عرفين التهاب العصب السابع أو ده يعني مثال جيد للايه التهاب عصب أحادي ممكن يبقى اعتلال أحادي متعدد أكتر من العصب في أكتر من مكان ممكن يبقى ده اعتلال جزور العصاب يبقى عنده عنده العضلات الكبيرة هي اللي فيها مشكلة لا رافش يرفع دراعه لانما يقبض على حاجة كويس تمام؟ طيب، طيب، ماهي العراض؟ ماهي العراض؟ عادةً العراض يعني أولاً بتبتدي في الإيه؟ في الرج قبل الإيد ممكن العام شعور شبه هكي ممكن وممكن يبقى عنده بقى وغز إبر تنميل حرقان الإحساس يعني حد يمسكه يحيث ان هو قهرب يعني شعور بأن اللمسات الخفيفة مزعجة أو مؤلمة تحصل بردو يعني يقول لكم أن هذا ليس طايق الغطى الملاية على رجلي لأن حصل الملاية لأن سبحان الله ترجمة الشفرة فيها مشكلة لأن العصب ملتهد فبيدي إشارات غلط بيدي إن فيه نمل ماشي على الرجل وما فيش نمل ولا حاجة ليه؟ الإشارة اللي رايحة إشارة خاطئة فالترجمة والقراءة من المخ بتتبقى إيه؟ خاطئة يحس إنه فيه نمل يحس إنه فيه حرقان يحس إنه فيه رجله مولعة وإحنا فيه زل الشتاء وهكذا دبابيس ماشي على دبابيس مفيش دبابيس لا أنا بحس إنه ماشي على دبابيس ماشي على قطن كلها إيه؟ تفسير لأن العصب العصب اللي طالع من الرجل لغاية المخ عصب ملتهب أطراطيفو ملتهبة فبيدي إشارات إيه؟ خاطئة طيب طبعا ممكن مع تقدم الحالة يبقى الإحساس إيه؟ يقل يعني إحنا الأول العصب تبقى متهيجة مع بقاء متهيجة مع فترة من الزمن يبتدي الإحساس إيه يقل الإحساس الطبيعي يقل يعني مصمر يخش في رجله ما يحسش وده بتبقى مرحلة طبعا فيها مشكلة إن الواحد ما يحسش كويس برجله ده حاجة طبعا مش كويسة مع تقدم التهاب أو الاعتلال يطلع من التراطيف تراطيف السوابع يطلع على نص الساق يطلع على الركبة وهكذا طيب هل في حاجة ممكن يعني نعملها نعرف العيان اللي قدامنا ده عنده التهاب في العصابة لا طبعا سماع الشكوة سماع شكوة المريض وصف المريض الوصف نفسه حرقان كهرباء لما يبقى ديل شكوة يبدأ غالبا ألم جاي من العصاب والمكان بتاع الشكوة فين توزيحها فين مش عارف ايه فالتاريخ المرضي يساعدني إجراء فحص سريري يعني بكشف على العيان بالعدة بتاعتنا شكوش وحاجة اخر جماعة طيب وهل في ممكن فحص يتعامل اه ممكن عند بعض الحالات ممكن انا اخترنا اعمل ايه سرعة توصيل العصب سرعة توصيل اللي هو رسم عصب او سرعة توصيل العصب او رسم عدلات وسرعة توصيل العصب ليه؟ لكذا سبب اولا اعرف اللي انا قلته من شوي حجم الاعصاب اللي معتلة هل الاعصاب الزغيرة ولا الكبيرة ولا اعرف الاعصاب الحسية بس ولا الحسية والحركية ولا الحركية بس اعرف هي نوع الاعتلال ممكن اعتلال مزيل الميلين يعني تفاصيل شوية المهم انه هو بيديني تفاصيل معينة تمام؟ حسنا؟ حسنا؟ هل الالتهاب ده والاعتلال ده ممكن يؤدي إلى مشاكل طبعا؟ يعني ممكن يؤدي إلى مشاكل لان عدم الاعصاب بالألم مشكلة تخيل بقى يعني احساسك انت بالألم ده نعم من عند ربنا سبحانه وتعالى عسى ان تكره شيئا هو خير لك لما احساسك بالألم يضيع ها؟ يعني ما تبقى حاسس ان في جرح ان في مصمار ان في حاجة دخلت في رجلك وتبقى ماشى عادي مش حاسس لان احساس ضعيف ها؟ مشكلة يحصل جرح والجرح يكبر ويتلوث ويخش الجوه ويقوم خراج مشكلة مع ضعف التقام الانسجة تبقى مشكلة ممكن يوصل العظم ها؟ فساعتها الأمور بتبقى صعبة شوية ها؟ طيب ايه اللي ممكن اعمله عشان احمي رجلي اولا طبعا تثبيت السكر ده مش عايزة كلام تثبيت السكر لان السكر يبقى كويس اعتني بجليه قوي كويس قوي البس حزاء ممشيش حافي ممشيش حافي مروحش الشغلة حافي طبعا ممشيش في البيت حتى حافي يبقى جزمة كويسة ها؟ جزمة كويسة اه تبقى اطارية من جوة عشان تحافظ على الرجل عشان زى ما قولنا احنا احساسنا ممكن يبقى ضعيف لما اجي اقلم اقطع ضعفة اقطعها كده ما اقطعهش بكيرف علشان الحتة دي متخشش في اللحم تمام اه اخسل رجلية كويس قوي كل يوم ونشفهم ونشفهمش بقى كده لا كده عشان ايه؟ مجرحهمش اه اه ويا حبازة هحط كريم فازلين او كده او جليسرين عشان يطر ايه الجلد هبوس كويس في رجلية كل يوم ممكن هستعين بمراية هستعين بحد يبوس رجلية من تحته مش عارفة اه 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 لانه ده مكان شهير بيحصل في فطريات وممكن فطريات الجلد ايه تهري ويبقى ايه مصدر لدخول الابكتريا والعدوى اه 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 أبص في الحزاء بتاعي يكون فيه مصمار يكون فيه حاجة قبل ما ألبس الحزاء خارج من المسجد أبص فيه لا يكون فيه حاجة هل فيه علاجات أخرى ممكن يعني العياني هاخدها غير تطبيق السكر؟ طبعا الألم ممكن يتخذ له الحرقان، التنميل، القصة دي ممكن فيه أدوية تقلل من الموضوع ده وتخفف من القصة دي وعلى حالة العيان بيبعنده اكتئاب، كتر التنميل، يعني ما عرفش ينام ادي له حاجة الاكتئاب، ادي له حاجة تساعده عن النوم مشاكل القدم بقى، لو فيه حصل يعني جرح يبدأ محتاج طبعا جراح يبص ينظف يعمل يقطع حتة صغيرة علشان ينقذ بقيت الرجل ده مهم قوي وما خافش، ما خافش النهاردة علاجات إن شاء الله متوفرة، ما خافش معاودش يهمل اقول لا احسن اروح ويقول لي مش هالفيه لا، لو كل ما رحت بدري، لو فيه مشكلة، لو لاحظت ان فيه شأ في الرجله، او تعويره لازم لابد اروح لجراح لازم، جراح أو عادة موية او تجميلة، طيب، ممكن الجراحة العامة برضه ما الذي يمنع بقى يا عطلال؟ إن لو قايا خروا من العلاج، إن أنا أخلي السكر بتاعي مظبوط، عدم التدخين لو أنا دخين، أخس، خساسان، يساعد في كل حاجة، لو عندي ضغط يقل وعند زكر يروح، يعني زيت الوزن ده مشكلة وطبعا لو فيه مشكلة مثلا ضغط دم، أعالج الحاجات دي، طب هو العلاقة، لأن ده كل ده بيعمل تصلبش في الشرايين تصلبش في الشرايين، طب هو أنا مليا إذا أنا ممكن مع العصاب، العصاب بيغزيها شرايين، العصاب بيغزيها شرايين فكون إن أنا أخد بالي، إن ضغطي كويس، ما بدخنش، الدهون عندي كويسة، مشتخين، كل ده بيصب في الآخر فإن أنا بحافظ على أعصابي أرجو أن الموضوع يكون يعني فيهمتو كويس، ونسأل العفو والعفوية لكل المرضى، وإن شاء الله بإذن الله ربنا عيفة جميع، ولقاء في فيديو تسكيفي آخر عن مرض آخر في العصاب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته